اكمل اتفاق سويد الستة عشر شهرا دون ان يحقق الامال المرجوة منه بل على العكس من ذلك مثل غطاء لجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة كاميرا اليمن اليوم رصدت استحداثات للمتارس والتحصينات القتالية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في جبهة حيس بالحديدة عبر جرافة عسكرية تابعة لها الاستحداثات التي قامت بها الميليشيات امتدت وفق تأكيدات مصدر عسكري لاكثر من اثنين كيلو بالقرب من خطوط المواجهات في مدينة حيس ومنازل المواطنين في قرى المقانع والحصب والبصيمة وبني زهير بعدما اجبرت الميليشيات المواطنين على النزوح لتتخذ بمنازلهم ثقنات عسكرية ومنطلقا لهجماتها صوبا مواقع القوات المشتركة ولم تقف اعتداءات العناصر الحوثية لقرار وقف اطلاق النار عند استحداثها للمتارس والتحصينات العسكرية حيث رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي خمسة وخمسين خرقا خلال الساعات الماضية شملت قصف مختلف مناطق الحديدة مصدر في الاعلام العسكري قال ان ميليشيات الحوثي قصفت القرى في منطقة الفازة والجبلية ومركز مديرية تحيطة بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ليبلغ عدد الخروقات في هذه المناطق 32 خرقا في حين بلغت الخروقات الحوثية التي طالت الاحياء السكنية في مدينة حيس 14 خرقا تنوعت بين الاستهداف بقذائف الهون واطلاق النار من الاسلحة الرشاشة والقناصة ثم سجلت في مديرية الدريهمي خمسة وشهدت منطقة الطور اربعة خروقات الاعمال العبثية لميليشيات الحوثي في الحديدة وفق مراقبين تؤكد انها لا تؤمن باي اتفاق يفضي الى سلام دائم وترفض الدعوات المنادية بوقف اطلاق النار من اجل التفرغ لمواجهة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر